اشتركوا في القناة في البداية نرحب سيد جستافو في البداية نود أن يعطينا تصور مبدئي عن مشاركة الفريق في البطولة كيف يراها من وجهة نظر فنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما هي الإيجابيات والسلبيات التي خرجت بها من الدورة؟ اشتركوا في القناة 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 ومع كادتو في القناة بوسفة عامة كانت منافسة ايجابية متمرة لأنها سمحت لنا بالتعرف على اللاعبين و باللاعبين بالتعرف على الجهاز الفني طبعا الملاحظة على الفريق وجود لعبين صغار في السن تقريبا 7 لعبين من الفريق الأولمبي يشاركون الفريق الأول مرة ما هي رؤية المدرب تجاه هؤلاء اللعبين أو الاستراتيجية التي سينتهجها خلال الفترة القادمة من خلال إتاحة الفرصة لهم المشاركة قالوا 7 أوليمبيين الذين يتحدثون في أول مرة ما ستكون الأستراتيجية لتحاول هذه الأوليمبيين في المنطقة يجب أن يتمكن من ملاحظة التحاول والمحظة تكونوا الملاحظة الأولية التي ستكونون الملاحظة وكما أنهم في المنطقة لكنهم يقومون في المنطقة يجب أن ينجحوا في المنطقة إذن الأستراتيجية هي أن يعمل بجد أن يقومون بأكد تطوير أول مرة التي أعطيها للعبين في المنطقة الاول كما اقول دائما سيلعب فقط اللاعب الجاهز لكي يخد المباراة ليس هناك ليس لدينا اي تفريقة بين لاعبي الاولمبي او لاعبي الفريق الاول نعطي الجميع نفس الحدود ثم عليهم ان يظهروا يعني ردة فعل تكون على مستوى الثقة التي منحناها له هل اثرت الاجواء الحارة او رطوب على مستوى الثقة الفريق او شكل عام الكلور tuvo que ver con el calor la humedad fueron o sea que tuvieron que ver con el rendimiento del equipo si se hizo difícil hacía mucho calor y seguro que no solamente para nosotros sino para los rivales también pero igual se corrió bastante se corrió bien pudimos aguantar en cansancio no sentimos ninguna lesion el ejemplo más grande fue el partido que nos quedamos con 10 hombres todo el segundo tiempo y respondieron muy bien así que por la parte física también estamos contentos pero seguro que el calor influyó para que los partidos no tengan tanto ritmo من الطبيعي ان تؤثر الحرارة والرطوبة المرتفعتين على اداء الفريق لكن لحسن الحد ان هذه الظروف كانت على جميع الفرق المشاركة يعني لكن افضل شيء هو ان اللاعبين استجابوا بشكل ممتاز كانت تحملهم لياقي جيد والدليل هو المباراة التي لعبناها بعشر لعبين كل شوط التاني لعبنا كل شوط التاني بعشر لعبين كانت تجابة لعبين ممتازة كانوا من مستوى لياقي جيد لكن الحمد لله ان الامور مرت بدون اصابات او اي توقفات الان نود ان نعرف البرنامج او اليدسين يخضع له الفريق بعد نهاية بطولة بنياس بعد العودة للرياض ahora queremos saber el programa que vamos a tener después de volver alرياض llegamos mañana cada uno se va a su casa y después el 25 estamos entrenando 26 entrenamos 27 y después 28 jugamos un amistoso ahí en real y 29 entrenamos después del partido y después 30 31 quedamos libres y después tenemos el 5 el último partido antes del partido de la liga اذا غدا ان شاء الله ارجع للرياض لدينا تمارين من يوم 25 الى 28 لدينا يوم 28 مباراة ودية تمارين الفريق تبدأ يوم 29 لدينا يومين راحة اول عيد وثاني عيد يوم 30 31 ثم لدينا مباراة ودية اخرى يوم 5 سبتمبر ان شاء الله كالستعداد لاول مباراة رسمية طبعا سؤال الأخيرة ودنا سألال كيف ايرا الاجواء في السعودية خصوصا انها اول مرة يدرب فيها في الشرق الأوسط كيف وجدال المعيشة هنا كيف وجدال الناس كم كم encontraste Arabia sobretodo que es la primera vez que visite a un país de la región la gente la cultura bien muy bien la verdad nos trataron muy bien el resumiento fue bárbaro así que bueno esperemos andar bien ahora que el equipo ande bien y que podamos tratar de de estar allá arriba para poder pelear el campeonato الاجواء كان جميلة جدا الاستقبال الحار الجماهير في المطار كان استقبال كبير يتلج الصدر أتمنى أن أكون عند حسن الجمهور وأن أستطيع أن أرد له هذا الدين نشكرا في ختاب هذا الحديث ونتمنى على توفيق كنا منذ نشكرا